وعلى هذا الأساس هي لحياة الأمم ويعلمنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما مؤداء أو ما معناه تفائلوا بالخير تجدوا نعم نعم كل مسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا نحو من التفاؤل لكن التفاؤل الذي يرتب أملاً في المستقبل ومقروه بالعمل نعم هذا الأمل الذي هو موجود في المستقبل الذي أنت ترجوه في الحقيقة يحتاج إلى بذل جهد يحتاج إلى الأخص بالأسباب يحتاج إلى أن تبزل العمل الحقيقي المتقن من أجل أن تنجو يعني لا نقف مكتوف الأيدي ونجلس في بيوتنا سمع على ذلك نقول أن الأزمة وأن التحديات التي تواجهنا ستزول لن تزول إلا بأخص الأسباب لن يكون الإنسان في بيته أمناً إلا إذا كان في الحقيقة قد بذل معاً لو في تأمين هذا البيت ليس الأمر بالتمني يعني ولا بالأمان لكن تأخذ الدنيا غلاباً مزبوط إلى عمل حقيقي يعني نأخذ فيه بكل الأسباب المتاحة وكان يحذرنا عليه الصلاة والسلام من الطيرة أي التشاؤم وتعرف العرب في الجاهلية كانوا يتشاؤمونا من أنواع طيور معينة أو حيوانات معينة وهذا الأمر لا يزال ساكن في بعض النفوس البعض يتشاؤم لو شف غراب لو شف حيوان حاجات في هذا السيء يعني فكرة التشاؤم دي موجودة ومسيطرة على بعض العقليات في إيمان الإنسان المسلم لا يوجد تشاؤم تشاؤم لا يوجد تشاؤم لا ينبغي أن وجد هذا التشاؤم في حياتي أو في مواقرة لدى الإنسان المؤمن المسلم الحقيقي لأنه يعلم أن الأمور تجري بمقادير يعلم بأن ما يكون في الكون إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي نفعلها من شتى أصنافها وفي شتى مجالاتها هذه الأسباب نحن مؤمرون بفعلها بدليل أن القرآن الكريم في صورة الكهف تكلم مرتين عن ذي القرنين وقال ثم أتبع سببا وهذا يدل تكرار هذا الكلام في القرآن الكريم يدل على أنه أننا ملزمون ومأمرون باتخاذ الأسباب ثم إنه في صورة مريم عندما قال الله سبحانه وتعالى لها وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فهي مأمورة بالأخذ بالأسباب تحت أي صورة من الصورة حتى في حالات هذه حتى في الحالات الصعبة التي تمر بها ولا يمكن أن تؤدي هزة السيدة مريم عليه السلام إلى أن تتساقط رطبا جنية لكننا نعلم بأننا مأمرون باتخاذ الأسباب والله سبحانه وتعالى يرتب على هذه الأسباب ما يشاء فالأسباب كما يقول العلماء ليست مؤثرة بذاتها إنما المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى لكن أنت مأمور نعم أنت مأمور ولن يتفاعل معك الكون ولن تتفاعل معك الأسباب تلقائيا وإنما لابد أن تقدم أنت جهدا كبيرا لأجل أن تتفاعل هذه الأسباب معك ولأجل أن يوفيقك الله سبحانه وتعالى اتخاذ الأسباب هو جزء من العبادة كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل المسجد ووجد رجلا جالسا يذكر ويسبح ويصلي ويعود ربه سبحانه وتعالى بأصناف العبادة المختلفة فقال من ينفق على هذا قال الناس أخوه ينفق عليه قال أخوه أعبد منه إذن لابد من عمل التوازن فيما بين العبادة والراحة